عشان كده النهاردة في حلقة النهاردة احنا دورنا نعلم احمد موسى واللي لابسينه كحزاء في رجليهم عبدالفتاح السيسي سيء الذكرى رفاقه نعلمهم ازاي يبقوا مصريين نعلمهم ازاي يتخذوا مواقف طرقة لاهمية وعظمة ومكانة مصر كدولة وعراقة الشعب المصري كشعب كانت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في القلب منه وكانت بصلة محركة لهوى الشعب المصري الفقرة دي عشان سيء الذكرى عبدالفتاح السيسي وحذاء الانظمة احمد موسى او بالعمال المصري بتبقى احلى او جزمة الانظمة احمد موسى برضو الحذاء اللغة العربية الفصحة بتكون يعني رقية شوية ومع هؤلاء الرقي مش لازم دايما يكون موجود تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في رفح صفحة الموقف المصري بتتكلم على ان رفح تحت المقصلة الاسرائيلية مأساة يجب منعها بكل الطرق بيتكلم على الاربع شهور اللي موجودة اللي حصلت فيها الحرب بالظروف الانسانية الصعبة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني وبيحاول ان هما ينزحوا من مكان لاخر حتى ان نصف السكان دلوقتي موجودين في منطقة رفح حوالي مليون ونص موجودين على بعد امتار من الحدود المصرية بيكمل الموقف المصري بيقول الشهور اللي فاتت شفنا مجازر كتير جدا العالم شافها بالصوت والصورة ما شفناش موقف مصري او عربي بالقوة الكافية المواقف المصرية يا جماعة مش هوهوة احمد موسى وامثاله على تويتر ما يصحش الدول العربية اكبر من كده الدول العربية اعرق من كده الموقف المصري بيقول ان ما فيش موقف مصري او عربي وان كل يوم كانت المواقف السيئة دي بتزيد من تجرق الاحتلال على ارتكاب مزيد من الفضائع والمجازر لحد ما وصل التهديد العسكري لرفح الفلسطينية على مسافة صفر من الحدود المصرية بعدين بيكلمونا في التقرير ان رفح مساحتها حوالي 63 كيلو متر مربع فعندنا نصف سكان القطاع محشورين في حوالي 17% من المساحة الكلية والمساحة دي بتستوعب حوالي 260 الف قبل الحرب دلوقتي بتستوعب مليون ونص اللي حصل ايه في رفح عشان حضراتكم تتخيلوا الموقف دلوقتي في ضغط مهول على البنية التحتية لمدينة رفح من الناحية الخدمية اساسيات الحياة الاكل والشرب مفيش مستشفيات كبيرة للعلاج مفيش اساسيات الحياة وبالتالي المشهد دلوقتي ان في مليون ونص مكتفضين عند الحدود وصلوا لنقطة ما بقاش فيه متر واحد لخيمة زيادة تتحط في المكان ده وده الكلام اللي ورد في بيان الامم المتحدة اللي حذر من الهجوم الاسرائيلي الوشيك على رفح واللي الولايات المتحدة الامريكية اعطت فيه ضوء الاخضر لاسرائيل وفقا لتصريحات بايدن وتصريحات انتوني بلينكين الامم المتحدة بتقول انها بتواجه ضغوط هائلة في محاولة وضع خطة لمساعدة النازحين اللي موجودين اللي هم المليون ونص فما بالك بباقي الناس المعاناة بتاعتهم عاملة ازاي بيتكلم الموقف المصري كمان عن المعاناة في الاكل والشرب ودورات المياه وانه الفرد عشان ياخد شاور او يستحمى ده بقى رفاهية مش متاحة اصلا المعاناة دي والقسوة اللي هم عايشينها من تكدس للجوء للعطش للمجاعل مفيش مياه نظيفة مفيش علاج مفيش ادوية مفيش مستشفيات تفشي لانتشار امراض خطيرة بين مئات الالاف كل ده على حدودك انت كل ده وانت قافل الحدود من نحيتك الافاق حذاء الانظمة احمد موسى اللي بقولك احنا بنعمل اللي علينا عشان نخفف الضغط عليك وما حصلش انت الحد النهاردة مش قادر تدخل شاحنات في عدد محدود جدا وغير كافي من شاحنات المساعدة بيدخل من معبر رفح ودلوقتي كمان المساعدات والشاحنات والعدد المحدود ده بقى مهدد ليه لانه في عملية عسكرية اسرائيلية وبالتالي كمان انت مش هتقدر تدخل الشاحنات اللي اسرائيل بتسمح لك بيها فالقصة هنا ان احنا عندنا هجوم اسرائيلي هيحصل على رفح وما فيش موقف مصري واضح الحقيقة لمنع هذه العملية نروح لموقع الجزيرة اللي تكلم ايضا عن موضوع عملية رفح فقال اجتياح رفح خلافات داخل اسرائيل وتساؤل عن التنسيق مع مصر بالمناسبة القصة دي غريبة شوية مراسلة الشؤون السياسية للقناة 13 الاسرائيلية موريا اسرف فولبرج قالت انه المواقف الداخلية الاسرائيلية حيانا العملية في رفح في خلافات وفي تباين موجود دلوقتي على المستويين السياسي والعسكري حول هذه العملية فولبرج قالت ان الخلافات واضحة جدا في اجتماع مجلس الحرب الاسرائيلي لان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بيحث الجيش الاسرائيلي على صياغة خطة لتطهير رفح ووجه الدعوة لرئيس الاركان هيرتسي هاليفي عشان يعيد قوات الاحتياط اللي سرحوها للخدمة العسكرية مرة تانية ويحضر لاكتياح رفح لكن مراسلة الشؤون السياسية قالت ان رد هاليفي عكس عمق الخلافات بشأن العملية العسكرية في رفح وقالت ان رئيس هيئة الاركان قال ان عالة تجنيد قوات الاحتياط محتاج وقت طويل جدا وقال ان عملية برية من النوع ده تتطلب اهتمام بجوانب سياسية اسرائيل قالت انه فيه تنسيق تم ما بينها وما بين مصر في ايه في قصة العملية العسكرية في رفح واستعرضنا مع حضراتكم في حلقة يوم السابت الاجتماعي اللي تم ما بين عباس كامل ومسؤولين في الاستخبارات الاسرائيلية طيب بعدين مصر مصدر امني ولا مصدر عسكري رفيع المستوى قال لهيئة النفي المصرية المعروفة بالقاهرة الاخبارية قال له في فلاديلفيا واحنا قلنا الاسرائيل الكلام ده طلعت هيئة البث تاني النهاردة الصبح وكذبت التعليق او النفي المصري وقالت ان مصري بتقول كده عشان خاطر الشعب المصري عشان الرأي العام وان مصري ما هدرتناش باتفاقية كام ديفيد ولا حاجة وان مصري ما جابتش سيرة اتفاقية السلام مع اسرائيل وكل ده كلام للاستهلاك المحلي وما لقى الحقيقة يا باشا قال لك الحقيقة ان مصري قلت لنا عملوا العملية مفيش مشكلة بس ما تجيبوش الفلسطينيين في حدودنا تقتلوهم تبيدوهم تخلصوا عليهم انت خرين انما ما تجيبهمش عندي انا مش عايزهم عندي بس هدور وشي خلص ضربة على ما بص العب حميد في الجهة التانية لما رجعلك تكون خلصت بس ما لقيش حد عندي فدي قصة كلها لهقيقة البال حد يقول انت مصدق اسرائيل انا بحاول اصدق الواقع اللي احنا شايفينه ايه الواقع ان مصر موقفها سلبي وسيء للغاية والاحتلال الاسرائيلي بيحاول انه يحرج السلطات المصرية